دكتور أمير بداياتاً كده إيه اللي بيخلي الحب مش موجود ما بين الزوجين ولا أصلاً رأيك إيه في الموضوع ده بيبقى فعلاً مش موجود ولا إحنا بنبقى متخيلين إنه مش موجود بصي هو الموضوع يرجع للبدايات يعني دائماً فيه في المشكلة في الاختيار في البداية إن مش كل الناس بيكون عندها النطج الكافي لاختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة لكن في واقع الأمر إن النطج هو اكتمال نمو الوظائف النفسية والجسمانية والعاطفية عند الإنسان فلما يحصل اكتمال وكل واحد يفهم نفسه ويفهم الآخر ويفهم العاطفة عنده ساعتها هيبقى هو يعني عنده بدايات الحب بس ده مختلف من واحد للتاني مش كده يعني ما فيش سن نقدر نقول إنه حصل اكتمال لكل الوظائف عند الشخص ده أو عند الإنسان دي طبعاً ده بيرجع لعوامل كتيرة جداً عامل التنشاء أو عامل التربية لكن هو في مفهوم النطج النطج ده إحنا بنكتسبه إزاي؟ بنكتسبه من التعلم ومن الخبرات الحياتية يعني عشان أجنأ أكون مثلاً ناضج عاطفياً لازم يكون عندي خبرات حياتية وعندي تعلم عشان كده كرصات المشورة والحاجات المتخصصة بتفهمنا إزاي إننا نفهم الآخر إزاي الراجل يفهم سيكولوجية المرأة وإزاي المرأة تفهم سيكولوجية الراجل إزاي ده يفهم لغات الحب عند الآخر وده يفهم لغات الحب عند الآخر فلو إحنا تكونت عندنا كل المصطلحات والمفاهيم ده من البداية هيكون عندنا الوعي الكافي أن نحن نبتدي علاقة زوجية صحيحة طيب لو أنا دخلت كرس مشهورة ولو الشخص اللي قدامي برضو دخل كرس مشهورة لكن نبتة المشاعر اللي مفروض أنها تكون موجودة دي مش موجودة أو لسه مبتدتش هل فكرة أني أفهم أو أكون وصلة لمرحلة النضوك وأفهم اللي قدامي أي أن كان بقى اللي قدامي ده هو الرجل أو المرأة مش أقولي الزوج والزوجة دلوقتي لسه الرجل أو المرأة هل فكرة أني بس بفهم دي تخليني أحبه ولا مروع الحب أو الارتياح لازم يسبق الخطوة دي بصي هو الفترة الخطوبة هي الفترة التي ينمو فيها الحب ومعرفة الآخر يعني بدايات كل شيء هو طبعا الحب لأن غياب الحب هو بداية المرض النفسي عموما وغياب الحب هو بداية نعدام الأمان فالمرأة عندها الأمان أساسي في الحب فتحب المرأة حينما تشعر بالأمان ويشعر الرجل بالأمان حينما يحب فدي البدايات اللي احنا بنقدر بعد كده لما يكون عندنا البدايات دي نبدأ أن احنا نقول سيكولوجية الآخر لكن لو مش موجودة البدايات يبقى أذن ما فيش حاجة مهمة تاني ترجمة نانسي قنقر